اشتركوا في القناة انت على الأغلب دست على الرجل شي حدا من الكبار ما هيك؟ لحت توصل قرار اعدامك قبل ما توصل لهون دعاست على رجلين ناس كتير أزاد أحيانا بتكون مضطرة تعمل هيك ولسانك ما شاء الله هاي طبيعتي شو عمل بحالي مو بإيدي لازم تحاول تتغير طيب ممكن تقلي شو عملت لحتى جابوك لهون؟ فيك تقول اني ضيف يبدو انك متعود تكون ضيف ما عندك مشكلة ليك؟ بالعادة كل يلي بيكون عندهم مشاكل برة بيكونوا هيك مثلك مو فرق أو معنو بنوب اي صحيح سماع انا حابب قللك شي يمكن يفيدك اذا كنت نفكر انك راح تلاقي حل مشكلتك وانتي قاعد هون معنا بين هالحيطان الاربعة طيب انت غلطان كتير والله يكون بعونك اصدق صعب يعني؟ منستنى ومنشوف باين انه انت صاحب هالبيت وعالاغلب صار لك زمانه ايه صار لي زمان كتير كم سنة؟ اذا بلشت اتعد راح تمل من العد معناتا بتعرف شاهين جيجال على هالحالة كان مسجون هون من زمان شاهين جيجال؟ كيف ما بعرفه؟ هات لشوف ليش عم تسأل؟ لشوف اذا كان بيستاهل ان الواحد يترحم عليه نا ما بيستاهل كنت بتعرفه منيح معناتا لدرجة بعرف قديش هو عديم الشرف والضمير طيب هو كان في عنده مثلا ارايبين او رفقات او اي حدا مهتم بيقضيطه براء السجن؟ كان فيه كتير كلاب عنده بيعملوله يلي بالدنيا وفي عنده بنته كانت تيجي نزوره باستمرار وكان يظل يمدح ببنته الدكتورة ويهكيلي عنها كل الوقت بنته ضاعت بزلزال جولجوك همتل ما حكالي وبعدها عاشته كبرت بدار الايتام عنده بنت ضاعت بجولجوك بزلزال سنة 1999 ما حدا بيعرف اذا ميته او عايشه اذا حبيتي تطلعي من البيت لأي سبب خبريني ماشي وكلمة سرجي هاز الانزار هي واحد سبعة صفر ثماني انت شفت بنته شي مرة؟ ايه في مرة ايجت عزيارة المفتوحة هي صبية صغيرة يشعره بالنفاته نحن ما نعرف غير الاوتيل يلي كان يقود في شاهي سيلفر ليمون صورها كانت تطلع بالصحف والمجلات كتير ليش بقى هي كتير مشهور؟ لا ابدا بس كان فيه رجل اعمال دائما بيقدم مساعدات للمشفى يلي كانت تشتغل فيه بنته وهو نفس الزلمة يلي اخدها من الميتة امتبعها ودرسه على حسابه وخلاها دكتورة وكان على طول يقول هاي بنتي ولية عهلي عديم الشرع فرهاد خير يا ابني فرهاد يا حرات يا حرات افتحوا الباب بسرعة لازم يحكي ما مزي افتحوا الباب احسن ما كسره يلا افتاحوا الباب افتحوا الباب احسن ما هكسروا افتاح لك افتح لي الباب لسم ارجع لا مرة افتح لي بدي احكي ما تشي لك انتش ما عمتعمل ارجع بيك انت عبتدور عمش كلها امشي امشي راح اتضل بالمفردة لوقت اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اشتركوا في القناة ايبرو ما في داعي لها الحركات نزلي المصدس لنعرفنا ولا كلمة تانية شو جناتي كيف عم تعملي مع هيك؟ انت رفيقتي الوحيدة وبتعرفي كل اسراري انتي اقرب وحدة اللي ايبرو ليش هيك عم تعملي؟ اي صداقة هاي اللي عم تحكي عنا بالضبط؟ انا كذبت عليكي عم تفهمي؟ كنت عم كذب عليكي واختاعت كلها لسنين يلي مضيت انا عمري ما كان اللي رفيقة بهالدنيا ولا رح يكون لا بدار الايتام ولا بأي مكان بالعالم ما كان عندي غير أبي وانتو أخدتوه مني ايبرو انا بفهم وجعك بفهمك انتي شو بتفهمي؟ شو يا اللي بتفهمي؟ انتي ما بتفهمي شي بالمرة ايبرو نزلي سلاحك وما تعملي شي تندمي ايبرو اخدت اصلي رحينة كيف يعني اخدت رحينة؟ قال بدت انتقم لأبوها والسيد يجيد أواص على ايبرو أواص ايبرو؟ لسات عايشة؟ لا ما عدت معناها يجيد كان بيعرف انها بنت شاهين جي قال فوت لجوا فرهاد الحمد لله على السلامة انتي شرفت المكان بدي اطلب منك شي مون ضو بدك يا يكون شي ماركة محددة؟ بيكفي انه يشتري توفي شغال لا تأكل هم مين هاد يا ترى؟ ألو ألو أنا فرهاد فرهاد؟ طمنيني أصلي انت بخير مو هيك؟ ايه ايه أنا بخير تطمن فرهاد ايبرو طلعت؟ بعرف بعرف خلص اهدي أنا بعرف أمانتك بخير شكراً إلك انت عم تحكي بالموبايل من السجن؟ شو عندك مانع؟ ممنوع ايه منيح؟ متل كل الممنوعات اللي بعملها بحياتي شو صار يعني؟ معك حق لسا أتك عم تحكي؟ أنا معك أنا ما بدي خليك شريك بزمي ولا عم عطلك عن شغلك مو هيك شكراً إلك ما عملت شيء يسلم إيديك أزاد ما رح أنسى معروفك توفي موسيقى